ماليه على لعبي النادي الاهلي بعد التعادل مع سموحه وطبعا التعادل التاني بعد التعادل مع الجونة واحد واحد بيحتل طبعا النادي الاهلي المركز التاني زي ما قلت لك برصيد 14 نقطة ايا كان ومهما انت حاولت تداري او تخبي او عندك وسائل اعلامية بشكل او باخر انك انت اي حد يجي يتكلم ويواجهك بمشكلة فانت طبعا بيتم الهجوم عليك ويتم طبعا مواجهتك بيعني عدد مش عايز اتكلم على ناس معينة لانه ما بيكونش في دماغي لكن اللي بيحصل وبنتكلم فيه سواء على المستوى الخبري ماشي او على مستوى الفني من جانب رضا عبد العالوة كابتن محمود ابو الدهب كابتن رضا هيبقى معانا من شوية بنكتشف بعد كده او على مستوى الخبري بنكتشف بعد كده ان بيحصل ووقتا ما احنا بدينا بدينا بديناتكلم على بعض الازمات او المشاكل في اي نادي بتلاقي طبعا وهو امر طبيعي ان المتعصبين والمنتفعين طبعا يوجهوا سهام مش هقول النقد لان هما ما يعرفوش يعني ايه نقد وبالتالي لما قلنا بعد رحيل سيد عبد الحفيز مدير الكرة في النادي الاهلي السابق النادي الاهلي سيواجه العديد من المشاكل والازمات الكل قالك لا والموضوع ملوش علاقة بالكابتن خالب بيبو وده دايما بنقعد نقولها ان الكابتن خالب بيبو راجل محترم جدا راجل نجم كبير جدا لكن انت امام رجل تمرس في ادارة فريق كرة القدم خلال السنوات الماضية ونجح فيها بشكل غير طبيعي وهو مدير الكرة الانجح خلال العشرين سنة الماضية وتحديدا يمكن بعد محمد رمضان فلما انت تتماشي سيد عبد الحفيز بالشكل الغريب والمفاجئ لابد ان انت هتعاني اداريا فاصبح مرسل كولر بيقوم بدورين دور مدير فني ودور تاني كان بيقوم بي سيد عبد الحفيز في التعامل مع الحكام وشوفنا مبارح كولر وهو مشتت الزهر وبيتكلم مع الحكم الرابع لا بيدخل في ازمة مع احد المشجعين لا هو عنده ازمة اساسا فنية داخل الملعب مش قادر يحلها من خلال اللاعبين المتواجدين مع الوضع في الاعتبار ان النادي الاهلي وفر بقيادة الكابتن محمود الخطيب وفر لمارسل كولر كل شيء جاب له لعيبة جاب له اهم لاعب موجود في مصر هو امام عشور وجايبه له من نادي الزمالك يعني من المنافس التقليدي والطبيعي ان النادي الاهلي هو النهاردة لاعب ست مباريات وهو 14 نقطة دلوقتي يعني من الطبيعي ان النادي الاهلي يبقى متصدر الجدول الدوري ب18 نقط ليه؟ لان الراجل اللي قدامك ده بيتوفر له كل شيء عايز لعبين بيجي لك لعبين اصريت على مودست هو اللي اصر على فكرة على مودست وبالتالي الادارة وفرت كل شيء لمارسل كولر لكن انت النهاردة بقى بدأت تدخل في بعض المشاكل والازمات اللي بعيدة عن الامور الفنية بعيدة عن تخصصك فده بيؤدي في النهاية انك انت للنتيجة اللي احنا بنشوفها والاداء الغير مرضي وفي نفس الوقت تلاقي ان مفيش حلول داخل يعني طريقة ادارة كولر في المباريات المهمة او المباريات او لما بيكون فيه تنظيم دفاعي للمنافس بيواجه النادي الاهلي مشاكل فنية كبيرة جدا في ظل عدم وجود حلول من جانب المدير الفني فبالتالي اصبح اضاف كولر مسئوليات جديدة في الموسم الحالي كانت مش موجودة قبل كده اللي هي مهام ادارية او ان هو يكون متواجد في الصورة بشكل كبير فتلاقيه متوتر بعد كده في المؤتمر الصحفي وعلى طول اول لما تتعادل اول لما تتغلب يبقى فيه مشكلة عند الحكام وهي نفس الامر ولو هنرجع لي الخبر الرسمي اللي ظهر على الموقع الرسمي للنادي الاهلي بعد مباراة سان داونز مباراة الذهاب وحذر فيها النادي الاهلي رسميا من الاخطاء التحكمية قبل مباراة العودة في طبعا بطولة افريقيا اللي طبعا فاز بيها سان داونز وده اللي خلى طبعا ماكوين المدير الفني لسان داونز يجيب بالدقايق وبالحساب ويرد على ان النادي الاهلي وقتها بيحذر من الاخطاء التحكمية ولان مدرب سان داونز مش مدرب الدور المصري ولا يلقى الانتقادات ورد وقتها على كان سؤال انا عارف السؤال دوت اللي سأله كان سأله ليه ده كان الخبر لو تفتكروا الخبر اللي كان تم الاعلان عنه قبل مباراة العودة اللي طبعا النادي الاهلي خرج فيها وبالتالي امام سان داونز سان داونز قدر انه هو يفوز بالبطولة على حساب الوداد المغربي برضو نفس الامر اتكرر انبارح بس المرة دي من جانب كولر في تصراحاته بعد التعادل مع اسموحة وان هو بيقول ان بريرا ما بيعودش مع الحكام ويعني فيه اشارة ان فيه مشاكل تحكمية طب هو بريرا مثلا او اللي كان بيحكم مبارح محمد عادل هينزل مثلا يجيب جوال مثلا ولا هيجي يحللك المشاكل الفنية اللي انت بتعاني منها ولا هيه ولا هيمنعك انك انت تجيب جوال ولا انه يمكننا اللي قال ليه بنالتي مسلا مبارح واحنا مشوفناش يعني حتى مبارح جيبنا مع كابتن محمد فاروق الخابري التحكمي الجايزة يعني برضو الخبراء التحكمين بيبقى ليهم رأي احنا بيبقى رأي يعني ماشي بس بنعديه بس الراجل مبارح قالك محمد صلاح عبدالفتاح مفيش اي اخطاء لمحمد عادل فعلى طول انا بقوم موجه التحكم شمعت التحكم دي شغل يعني الكلام ده افهم ان احمد سامي يطلع يتكلم